لمناقشة أزمة الوقود في عدد من مدون العراق ينضم إلينا عبر سكايد من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا والدكتور صباح مرحبا بكم يعني بعد أقل من شهرين على أزمة مماثلة تطل على الموصل وعدد من المحافظات العراقية أزمة وقود جديدة هذه الأزمة تزيد من معاناة العراقيين لكن ما هي أسباب تكرار أزمة الوقود في العراق دكتور صباح تحية لكم حقيقة ما يحصل في الشركة العامة لتسويق المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط في العراق سوء الإدارة وبنفس الوقت هناك فساد مالي وإداري بين فترة وأخرى تعمل هذه المديرية من خلال أذرعها في شبكات المحافظات الموجودة وما تمتلكه من محطات حكومية إضافة إلى أن المحطات الخاصة توزعت بشكل كبير جدا وفق إرادة الأحزاب الحاكمة في كل محافظة من المحافظات ولذلك اللاحظ بين فترة وأخرى تختلق أزمة نقص في البنزين والقاز والوقود بشكل عام في هذه المحطات مما يؤدي إلى إرباك حياة المواطن حقيقة وبنفس الوقت تتم عمليات البيع في سوق السوداء أو عمليات التهريب لخارج العراق لأنه يعتبر البنزين بالعراق مدعوما يعني هنا بصراحة هناك شبكة تؤثر بشكل أو بآخر على مجريات وتنظيم عملية التوزيع العادلة لجميع المحافظات علما بأنه العراق يمتلك عدد كبير جدا من مصافي التكرير الموجودة من شماله حتى جنوبه إضافة إلى هناك حاليا مشاريع جديدة ستنشأ الفاو في كربلاء في الأنبار في الكوت هي تحت الإنشاء حاليا ولكن السير العمل في إنجازها بطيء بنفس الوقت أن مصفات بيجي التي تعتبر كانت من أكبر المصافي في العراق حاليا تعمل بأقل من نصف طاقتها في عمليات الإنتاج هذا جانب جانب آخر طبيعة العمل والإنتاج في كردستان تعمل على تصدير النفط بالدرجة الأساسية ولذلك اللاحظ حاليا اتخذت بغداد قرارا بإيصال البنزين بمقدار 480 ألف لتر يوميا لدعم النقص الحاصل في كردستان مما شكله نقصا في بقية المحافظات إضافة إلى عمليات السمسرة في ذلك مما أدى إلى عدد من المحطات وهذه السياسة هي سياسة الفساد المالي والإداري علما بأن العراق يستورد يوميا أكثر من 10 مليون لتر من البنزين وخمسة مليون لتر من القاز والتي تقدر سنويا بحدود حوالي 24 مليار دولار وهذه لمصلحة من؟ يستورد العراق من كل من إيران وتركيا كميات كبيرة جدا من المشتقات النفطية وخاصة البنزين إذن هناك سياسة فاشلة في عملية التوزيع وبنفس الوقت توزيع حالة الإنتر دكتور لماذا لم تحل أزمة القطاع النفطي بعد 18 عاما من الاحتلال وحتى هذا اليوم؟ ما هي المعويقات التي تقف عائقا أو حائلا أمام إصلاح هذا القطاع النفطي؟ حقيقة هذا الجانب له أبعاد سياسية سواء إقليمية أو دولية علما بأن العراق مسيطر عليه من قبل عديد الشركات العالمية إضافة إلى الموقف السياسي لدول الجوار التي تتدخل في سياسته النفطية إضافة إلى اعتماد العراق في موازناته المالية وإراداته على النفط وهذا شكل خطرا كبيرا لأن السوق النفطي غير ثابتة ولذلك اللاحظ من يدير إدارة العملية النفطية بالعراق كوزارة النفط لا تمتلك المقومات الحقيقية التي ترفع من إمكانية الإرادات وبنفس الوقت توظيف الإرادات لأمليات مشاريع استثمارية جديدة خارج إطار الريع النفطي الذي يدخل إلى العراق وهذا يشكل أن حال يكون بمتقبل العراق ومعيشة المواطن بالدرجة الأساسية ولذلك نلاحظ اعتماد العراق على النفط في حالة صعودة أو نزولة في هذا الإطار أشرت إلى نقطة مهمة جدا في هذا الإطار يعني نلاحظ طوابير طويلة من السيارات التي تقف أمام محطة تعبية الوقود هذه الأزمة هل ستؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطن العراقي؟ لا شك في ذلك هناك ارتباط كبير جدا خصوصا في عمليات التوزيع للمواد الغذائية وعمليات النقل بدءا من وصولها والعراق يعتمد في استيرادة على المواد بشكل كبير جدا بنسبة عالية حيث أن هناك انقفاض كبير في الانتاج الصناعي والزراعي والقدمي وغيرها في العراق مما أدى إلى الاعتماد على الخارج عمليات النقل من الموانئ ومن مناطق الحدودية وغيرها إلى الداخل إضافة إلى عمليات تنقل المواطن نفسه لإنجاز عمله كموظفين أو غيرهم أو ارتباط عمليات النقل بجميع عمليات الخدمات وكذلك أيضا العمليات الخاصة بحالة التفاعل الاقتصادي للفرد العراقي ولذلك اللاحظ سينعكس ذلك على ارتفاع في بعض أسعار المواد التي تتضرر بجراء هذا النقص في الوقود عبر سكاي من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر